زوجتي تسافر للعمل في المؤتمرات وأنا الشيطان يلعب بمخي فهل أطلقها وأرتاح أم كيف أتخذ القرار؟ هو أشوفوا أنتوا لازم يعني الواحد يعرف من يدخل بيت الزوجية لازم يعرف أنه أعداء صاروا كثيرين أول عايش بروحها فعنده يعني الأعداء نسبتهم أقل لما يتزوج الإنسان تصير العداوة أكثر العداوة وين؟ من إبليس لما كان الإنسان ما هم تزوج في إبليس واحد شغال عليه لما يتزوج يصير مجموعة أباليس يشتغلون عليه ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إبليس وضع عرشه على الماء وكل يوم يسوي اجتماع مجلس إدارة كل يوم في تقارير ترفع من الجنود الأباليس هذول الشياطين الصغار يقول لأنتش سويت وانتش سويت وانتش سويت وانتش سويت هذا يقول لأ خليته يشرب خمر هذا يزني هذا يكذب هذا فرقت بينه وبين زوجته فلما يسمع واحد من عياله الأباليس هذول الصغار الشياطين اللي وسوسون أنه هذا فرق بين الزوج وزوجته إبليسي قربه شوني يعني قربه؟ يعني هذا المقرب عنده فأكثر شيطان مقرب اللي يفرق بين طرفين يفرق بين زوجين ولذلك انت الآن لما تقول لي زوجتي تسافر للمؤتمرات وانا الشيطان يلعب بمخي يعني انت عارف ان الشيطان يلعب بمخك فهل وطلقها؟ طيب انت حين على طور ركف انت على الطلاق الله يهديك يعني ما في حل للطلاق في ستين حل الموضوع هذا اش تعوى؟ بعدين يتسافر للمؤتمرات طيب سافر معاها انت شوني مشكلة؟ اسكت شيطانك سكته وفي الف حل وحل انا عندي عائلة من العائلات نفسك قال خلت اخوها يسافر معاها عندي عائلة ثانية ابوها راح معاها عندي حالة ثالثة زوجها راح معاها عندي حالة رابعة قال لها خفثة من المؤتمرات هو عندي انا وحدها كل شهر يطرشونها مؤتمر خلت في السنة ثلاث مؤتمرات قللتهم وبهذه ثلاث مؤتمرات صاروا يروحون معاها في واحد قال حق زوج تخلي المؤتمرات بس بالصيف حتى نسافر كنا مع بعض فاشياد من هذا كله انه فيه الف حل وحل لكن لا تروح ركضها انت تفكر بالطلاق على طول